فإذن خلينا أقول فإذن ظهر لتلاميذ تلاتة تأكيد للشهادة طبعا شهادة الشهود العيان تلات شهود طبعا بتأكد أنه الموت يعني هو رايح للصليب بس أنه الموت لا يقدر على يسوع المسيح لأنه أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود فإذن رغم أنه راح يموت على الصليب ولكن الموت ما إلو أي سلطان على يسوع المسيح فعن بيوري التلاميذ أنتوا اللي عم بتشوفوه هو صحيح أنا راح للصليب بس الموت ما إلو أي سلطان علي شيء تاني مثل ما ذكرت بعض الأسباب ليتأكدوا من وعد المسيح بالقيامة قيامته في المجن ثم إدراك التلاميذ حقيقة يسوع أو ألوهة يسوع المسيح يعني مجد الأزلي جوهر لهوته هذا كان واضح جدا من هذا التجلي ثم تجلي المسيح هو إعلان مسبق كما ذكرت من ملكوت لملكوت الله هذا هو نور اللهوت حتى اخترق ثيابه صارت تلمع بنور سماوي نور صعب وصفه نور الألوهة نور الطبيعة الإلهية ألم يقل يسوع أنا هو نور العالم ألم يقل يحن واحد فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركهم هذا نور الإله ليس مخلوق أحبائي وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها كما ذكرت في رؤية الإصحاح الأول ثم يعني هذا التجلي يرينا حالة مجيء ثانية ثم يظهر لنا أحبائي حالة أولاد الله عند مجيء يسوع المسيح في رسالة يحنى الأولى إصحاح 3 مكتوب انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم يعني يقين حق حتمية نعلم أن تأكيد أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طهر فإذا هاي كمان رسالة لتلميذ يسوع المسيح في غاية الأهمية أحبائي في فليبي إصحاح 3 آية 21 خلينا نبتد من 20 فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح طيب شو بننتظر؟ الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده فإذا هاي الحالة هي حالة أولاد الله في مجيء يسوع المسيح ثانية